المكان منبارح لعمال عبدالفتاح السيسي لبرنامج عزة مصطفى في صدى البلد حقيقة كان واضح جداً انتم عارفين اي مداخلات لرئيس جمهورية بتكونش يعني مداخلات زي بقوله فجائية في بعض الامور بتكون مرتبة خصوصاً هذه المداخلات يعني برنامج شغال واتصل على طول بيهم ودخلوا عليه كأن الرجل يعني كان قاعد يتفرج زي بيت الناس وطبعاً لا هناك رسائل بتبقى متفقة عليها هناك المكتب الرئاسي منظم ودخلة السالة الفلانية في موضوع الفلاني هتتكلم في كذا الكلام لم يأتي احتباطه يعني ما قالوا السيسي بالامس حول ضرورة ان الناس تفكر في المعتقد بتاعها في العقيدة بتاعتها في دينها واسلامها وربها مرة تانية لانهما هما صغيرين خدوا الاسلام وخدوا الدين كانوا لسه مش عارفين انما لما كبروا تعلموا وعرفوا فيعيدوا تفكير دعوة غريبة جداً ان تشكك واحد في عقيدته ان يقف ثم يعيد تفكيره تاني في ربنا وفي الاسلام صح ولا غلط هذا يعني ربما يفعله الكثير جداً من الشباب المجن عليه من الملحدين وشفنا موجة الالحاد والانحلال والفساد في مصر اللي انتشرت خلال الوقت الماضي فهذا بس اكد مرة اخرى ان هذه المداخلة كانت مداخلة يعني متعمدة الكلام كلام متعمد بيوصل في رسالة دلوقتي بشكل وباخر سوى للازهر الشريف لاجنة علماء الازهر للناس كلها في الحاحة لفكرة دي الحاحة لفكرة الدين واقصائه تماماً من الحياة العامة فيه كمان الغاء ان انت الغاء من طبعاً حيبدأ اكيد بعد الموضوع ده خانة الديانة يتم ازالتها في من خالص من البطاقات الرقم القومي ففيه مستهدفات من هذا اللقاء لا يقبلها بالمناسبة اي غيور على دين واي ان كان ما تقدم يعني هو ان برح الكلم عن المسلم والمسيحي معرفش لي ما كلمش عن اليهودي باعتبار ان الديانات الثلاثة يعني الاسلام المسيحية اليهودية يعني اليهود اذا كنا يعني مريد ان نتحدث عن الديانات وعن التشكيك في كل المعتقدات يعني فحيئة ده كانت اشارة غير طبيعية انما الاشارة الاكبر اللي هو الدعم الضخم اللي هي الاعمال والمسلسلات الدرامية ده يتنافى مع الانسيس بيرفع الدعم عن كل حاجة في الدنيا رغيف العيش وعن الكاربا وعن المية وعن الغاز كل ده يترفع الدعم عنه انها مبارح فتح الراجل الاكازيون وفتح نفسه ولكن هعمل بتاعت دعم ضخم للامال الفنية والمسلسلات والدراما فيما تناقد مع منهج رفع الدعم ترجمة نانسي قنقر